كيف عادتكم؟ معطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم على شانل جاي توكس جاهز المشتفى اللى نشي بتابعه لقناة وهاي شانل جاي توكس والى اليوم انا بجى أحكي لك عن شغلة كتير مهمة شغلة انا سألت عنها كتير 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 يبدل توكب يولنا كنحنا خلينا شوف اذا سارة تعالي سارة تعالي سارة تعالي 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 وهاي هي سارة اللي كل اللي فاعم تطلع علنا هاكي بحالك هتنبت تروح الماما يلا يلا اهري اهري سارة كانت عطلعني بالجيديو هارت من ورد الكاميرا عم تشير اللي عم بتضحكني وبعدين عم تغرب مع ترطيك على الشانل دلت كتير كيوة حبابة خلينا نرجع نوعب هنا اللي انا بدي احكي لك ايها موضوع كتير نسألت عن الو فيلتشانل لاني عم بحكي عن كي تيجي على قطر كيف عيش في القطر محاكم مساوي ليش في القطر كيف انا ممكن الاقي مكان اسكو في القطر وين ممكن الاقي شجي اسكن فيها في القطر كيف كلبك اني انا اسكن في قطر علشان هيك واللي اجه صدفة انه انا بواحد واحد 2020 برضو للهو عيد ميلادي اللي كلكم استفدتوا فيه كل العالم المبسط فيه شكرا للاحتفالات اللي عملتوها اه مارزح معكم اللي صدف انه انا بواحد واحد 2020 انتقلت للسكن في شبقة جديدة فرجعت دورت على شبقة جديدة واني اعرف كيف الاسعار صارت من جديد وين الشجاج الموجودة انت سؤلوا عليين ادور علشان هيك اعملت نوت صغير هيك على الموبايل عم تحكي للبحث عن شبقة في قطر ايش من الويب سايتس اللي انا كنت عم بدور عليهم في قطر اول ايش خلينا نتفق انه ايه لك اصحاب حواليك في دولة قطر وانت برد دولة قطر وفي ايه لك اصحاب في دولة قطر والحادث انك انت تلاقي شقة اسألهم اول ايش اسأل اصحابك ايش في شقة وين في شقة هل في سكن مكترك اذا انت كنت عذابي هل في سكن عائلي اذا في سكن عائلي وين المناطف اللي ميح اللي لازكن فيها كديش الافعار المرح عليكم لانه اكيد فيه فارييشن كتير بين المناطف اللي موجودة في دولة قطر سواء من ناحية الـ او من ناحية الـ او من ناحية الـ او الـ الاسعار اللي انت راح تتطرق لها المساحات ويتدور عليها فاول شي بداك تسأل اصدقائك اللي موجودين في دولة قطر اللي حواليك و اللي بيعلنك على اساس انك انت تعرف ايش الاشياء الشغلة الثانية اللي انا منصح انه الناس تشوف عليها اللي هي الجروبس الموجودة على الفيسبوك whatever الشعب الكتار المقتربين في قطر المقتربين في قطر المصوريين في قطر من قطر اكسباك في اندي جروبس كمير على الفيسبوك انتا ممكن تسريد منها حواليها فوصل محتاج شقة وتشوف ايش ممكن يكون فيه على الان في عندك ويب سايت انتا ممكن تدور عليهم في اه على شجاج مثلا في دولة قطر واللي منهم اكيد كلنا من عرفه تكتب وعند فيه فلاتة حلوة تحط انك انتا بديك او بديك ذيلا او بديك السعر من كذا لكذا عدد الغرف من كذا لكذا وعلى اساسه بيطلع لك ايش الاشياء البابل وتحطي كمال المناطق اللي انتا بدك تسكن فيها وعلى اساسه بيطلع معاك المناطق اللي فيها شقق البابل في دولة قطر غير بروبرتي فايندر في عندك قطر ومن نفس الطريقة بيطور عليهم على اساسهم بتطلع الاسعار ويورف والنسحات اللي انتت بكياء والمناطق الموجود فيها وشو الخدمات اللي انت بكياء مش موانة السعر اللي ممكن انك انت تلاقي بعد ذلك عندك اشي اسمه وابن سوق هو اشي خلينا اكريجي ان العربي تقدر تدور عليه فانت ممكن تدور برضو على شقق في دولة او سكن في دولة خطر ودفر كان نوع السكن انت بدكية تحدده اباتمنت بيلا شقق فندقية ودفر اشي من بدكية في مرات انا كنت اشوف على جريدة الوطن جريدة الراي مرات انا نغان تأجير او بيع على شقق او بلل او ودفر انت ممكن برضو انك انستفيد منها لكن خلقت الفائد اللي مت kalo دفر هذه الفيديو قليلة اقل بكثير من الـ Sebrое الموجودة لديك ان شاكت اعتمدين على99 جريدة اكترا فährt الى الفيسبوك like طيب وهيك انا حكيت انت ممكن ان انت تلاقي شقة وان ممكن تذور على شقة المناطق الموجودة الكثيرة في الدوحة والبر الدوحة بانت هي انت تدور عليهم اللي انا بدي اتع patrimonio هي ال他的 is 공a من كمها لدي تبع الاسعار اللي انا شخصيا كنت بندور عليه والمنطقة اللي كنت عم يدور عليها انا كنت مركز البحث تبعي في منطقة اسمها السد وكان الاشي اللي انا بادور علي واني محتاجه اللي هم غرفتين صانة حملون اتليست ومطبق واذا كان فيه لها بلكوني بتكوني كفير من ميح انا ما لها بلكوني سو اذا البيت من ميح باب لها بلكوني ما عندي مشكلة تكون شويكها من ميحة اضاءتها من ميحة الايسيز فيها سبلت يونت مش ويندو يونت واذا كانت سنترل او سبلت او قلينات كده سبلت ما عندي مشكلة فهذا هو مين اللي اشي اللي انا تدور عليكم البراطة باحة سيراميك وباغلب الاحيان هو سيراميك وبورسلين فانا ما عندي مشكلة فيها بس ما يكون اترازة مثلا يعني هادول شويكها تكون كبيرة هادا اشي كان كبير مهم بالنسبة لي فهادول الورق تكون كبيرة وسطران كون كبيرة يعني في انت ممكن تلاقي هالاشياء بس انت تلاقيهم بحجم الصغير وهذا الاشي اللي انا بدكية مثلا فانت بتدور على اشي معين تتغلب بأولها انا اخدتني ابرج البحث عن شقة اسبوع او نص انا كنت ملاقي الشقة اللي انا بدي اياها وبايد او اي الشقة اللي انا لقيتها لقيتها باخر يوم يعني ما كنت انا مثلا اللي اسبوع او نص مشوفها يشقة بيوم انا كنت ماخذ ونستأجر ونطلس الموضوع ابرج الاسعاد اللي انا كنت عم بلاقيه لمرفتين لمرفتين لهم حمام او اثنين ومطبخ وصالب وحجم هو مني كارث الاسعاد تراوح من 4000 اللي خليني احكي لستة الالة 4000 ريال لستة الالة ريال اذا انت حتى تعرف السير بالدولار فاسيبلي بس اكتب على جوجل او transfer from qar to usd whatever اللي عملي بديك يا transfer from qar to jod transfer from qar to euro مثلا اذا انت بتقدر انك انت تدور وتشوف شو الاسعاد فكان ابرج الاسعاد بين 4000 ل 6000 اللي عم بلاقيه كان 4500 كنت الاقي دائما كثير 5000 هذا الوضع الطبيعي انك تلاقي 5000 ورفتين 6000 بصفتي انه انت بتلاقي بس quality احسن وكل ما تلاقي بالرقم طبعا فيه اكثر من 6000 يس في اكثر من 6000 يس في اكثر من 6000 يس في اكثر من 1000 فيه اكثر من الارقام اللي انا بحكيها لكن هذا الابرج اللي خليني احكي السواد الاعظم من المقتربين في دولة قصر هم عم بدوروا عليه ما في اي شهر فري ما في اي فترة فري كان 4500 الانترنت علي والتلفون علي كثير من الماء علي فهذا هو اللي انا لقيته لكن الشقة اللي انا كثير كانت شقة كثير منتبه اذا لقيت فرصة اللي انا اصورها اليوم قبل ان اعمل منتج الفيديو فانا بصورها اذا كانت لسا مكركب شوي ما راح اصورها اذا انت شقة كاربت كثير منيحة مناسبة بالنسبة لي انا واخوي ساكنين فيها مع بعض الاماكن اللي انا كنت ادور فيها واللي كان ممكن ااخد فيها كان دي في مثل السد لان انا كنت ساكن في السد جريبة على شغل اليوم انا بنصح اي حدا يلاقي شكل يلاقيها جريبة على شغله السد كانت او top priority دورت كمال في منطقة اسمها النصر في الوست باي في الوسيل في المغولينا في منطقة اسمها مشارك في منطقة اسمها بن محمود في منطقة اسمها بن عمران وفي منطقة اسمها الثمامة هدول المراكة اللي انا كنت مركز البحث فيهم خلينا احكي من 4000 ل 6000 راح تلاقي شغل راح تلاقي شجرة وممكن مرات كون الهابانتوني تعوينها منيحة اضافتها منيحة منيحة السيروس على شركة التأجير او شركة العقلات اللي راح تأدرك مرات بيطلب منك نص شهر اضولة او شهر اضولة بيطلب منك شقة بتغطية فترة العقد اللي راح تكون مدتها 12 شهر بيطلب منك شهر او شقة التأمين هذا اللي بيضل موجود معاهم لغاية من تطلع من الشقة بيعطوك يا لساب للتأمين اذا اتأخر عليك اي ايجار او اذا كان في اضرار بالشقة ويكون حظين حدهم اذا حطيت موعد الشيك في يوم معينة ورح ينزل بهذا اليوم ما توقع لنوح تأجن فانت دائما اعتبر انه انسا لما تحط موعد الشيك حطوا مثلا ب 10 شهر انا شفصيا حطيت كل تشيك ستبعوني حطيتهم ب 15 الشهر تسووا انا لو اتأخر عليه الشيك شوي بالرافل اما بيكون نزل الرافل من 1 ل 15 شهر او بيكون انا ادبرت اموري معرفت اأمن ايجار الشقة من 1 ل 15 شهر اما بيكون نزل الرافل او بيكون انا قدرت ادبر اموري من 1 ل 15 شهر انا انا اأمن ايجار الشقة عشان ما يتأخر انه مش حلو او مش لطيف بالنسبة لك انت ترجع لك لانه في قطر اشي اسمه قطر كريد فيرو او مركز تأمين قطر اشي زي هيك ناس شو اسمه بالعربي بنطلب منك مره انه انت تعمل تقرير التماني من قطر كريد فيرو اتبين شو وضعك في دولة قطر مرتجعة ممكن تتفعي في معاملات انت حد انك تكون تعملها في اي دولة من الدول او داخل دولة قطر السكن في دولة قطر للمرة الاخية رمزت الشقة اللي اخدتها هي عبارة عن غرفتين صالف حمامين مطبخ المنتونس على الشركة شعبيتها منيحة عبارتها منيحة ثويتها منيحة المنطقة اللي انا احطتها بالسد والشقة عبارة عن شقة في بناي سوري عن شقة في بناي مش شقة في بناي الا مقسمين هذا كل شيء للفيديو اليوم ان شاء الله نكون مفيد وان شاء الله يكون انا جاوبت الاسئلة اللي تجيني بالنسبة لموضوع السكن والشقق والبلال الموجودة في دولة قطر وشكرا لكم ويعطيكم الفعال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة